أننا اليوم في أول حلقة من حلقات سلسلة تصحيح المعتقد أو تصحيح العقيدة والهدف من السلسلة يا جماعة أعظم هدف وأسمى غاية ليه؟ لأن الإنسان لو ما عقيدته صحت في ربنا وإيمانه كان إيمان صحيح في الله سبحانه وتعالى ما بيدخل الجنة أبدا كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وكذلك ما بيكون سعيد في الدنيا أبدا لأن السعادة في الدنيا هي بصحة العقيدة وصحة الإيمان في الله سبحانه وتعالى والبعد من الشرك بالله سبحانه وتعالى كما قال تعالى في القرآن الكريم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ومعنى ظلم يعني شرك فربنا قال الناس الآمنوا وحدوا وما خلطوا ولخبتوا إيمان متوحيد بشرك وبكفر بالله قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يعني معناته الليلة البلاوي والابتلاءات والأمراض زي الكورونا دي وزي غير من الضيقات برضو الاقتصادية وغير من ضعف قوى المسلمين وجيوش المسلمين السبب كل وجود الظلم الأكبر كما في هذه الآية وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الظلم فيها هو الشرك بالله فشكدا هذا النصحح عقيدتنا كلنا ونتساعد في ذلك وما في حرج يا جماع إن الإنسان يصلح نفسه لكن الحرج في إن الإنسان يعرف الغلط في روحه وما يصلحه أو ينصحوه ويقول لدى غلط وما يقبل التصحيح لأنه ده الكبر ذاته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق يعني رد الحق الزولة الما بيقبل الحق ده المتكبر ذاته ولا شك إن العقائد الفاسدة في مجتمعاتنا الإسلامية الليلة كثيرة بل أكثر العقائد الموجودة عندنا عقائد فاسدة ألا نأخذ عقيدة وحدة فاسدة وكل يوم إن شاء الله نأخذ عقيدة وبعد ما نصحيح إن شاء الله من الكتاب والسنة بنذكر الشبهات حقة الصوفية اللهم أكبر ناس وأكثر ناس الليلة في المتمع مهتمين بفساد عقائد المسلمين وخراب عقائد المسلمين ونشر الشرك بالله فنجيب شبهاتهم حول المسألة البنسكورة في كل درس في كل يوم ونرد عليها من الكتاب والسنة وبكلامه للعلم من الكتب إن شاء الله تعالى فأول عقيدة فاسدة الليلة المفترض نصحيحة تعليق التمائم والحروز أو ما يسمى عندنا بالحجبات دي أول عقيدة والحجبات دي أنواع وكلها حكمة واحد منها الحجاب اللي بيعلقوه في الرقبة دا تمشي للفكيه اكتب ليك ورقة ويجلد لك بجلد وتعلقها في رقبتك أو في يدك أو في وسطك أو في أي حتة من جسمك وطوروا الليلة الصوفية لما لقوا السوق بتاعهم بار وشغلت إنه يكون حجاب مجلد بجلد غنماية أوتيس يعني الجلد دا بعفن والشباب بالذات الطالع إذا ما بيدور الحاجات الوزخة وكده فقاموا عملولهم في ألمونيوم حجاب بتاع ألمونيوم صغير تلقى الشباب معلقينه وفي شباب ما عارف إنه دا حجاب ذات وقالون دا سلسل هو أصلا حجاب ويسمى بالشريعة تميمة حكمة في الشريعة الإسلامية شرك بالله إذا اعتقدت إنه الحجاب دا بيجيب لك نفع زي الجماعة اللي بيقول والله دا تعريزك أو دا بيجيب لك المحبة البنات أو دا بيجيب لك غيره أو بيجيب لك غيره أو اعتقدت إنه بيدفع ضر زيولي يقول لك الحجاب دا بكفة العين الحجاب دا بكفني من العارض بيحميني من العارض الحجاب دا بيحميني من السلاح بيحميني من كده إذا اعتقدت إنه الحجاب دا بينفسه أو التميمة بنفسها بتنفع أو بالضر ده شرك بالله أكبر مخرج من الملة لأن النفع والضر بيد الله كما قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إله وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم أما إذا اعتقد ما اعتقده بانفعه بضر به ذاته الحجاب أو التميمة دي لكن اعتقد إنها سبب من الأسباب زي ما بتفلسفه بعض الصوفية هم معتقدين إنه هل بتنفعه بضر ده الشركة الأكبر والكفرة الأكبر لكن بعضهم بتفلسفه عشان يزوغه من الحكم الشرعي يقول لك الله إذا سبب زي الدول المريض وزي البندول اللي عنده صداع وزي الحقن اللي عنده ميلاريا إلى آخره إذا اعتقدت إنها سبب من الأسباب فده شرك أصغر لأن القاعدة التي وضعها العلماء قالوا هذه قاعدة شرعية متفقة عليها وهي أن كل من اعتقد أو اتخذ سببا لم يشرعه الله عز وجل سببا لا شرعا انتبه جيدا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا كونا فقد وقع في الشرك الأصغر يعني شنو ربنا ما جعلوا سبب لا شرعا ولا كونا الأدوية بتاعت الأطباء هذه أدوية السكر وأدوية الميلاريا والنزلة وغيرا هذه جعلت سببا كونا يعني ثبتت بتجربة الأطباء إنه هذه السبب كونه في شفاء والنبي عليه الصلاة والسلام باحة في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لم ينزل داءا إلا وأنزل معه الدواء علمه من علمه وجهل من جهله وقال تداووا عباد الله فده ما فيه مشكلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أباعه وسبت بالتجربة إنه ده دواء سبت كونا فده ما شرك ما شرك ماذا البليد داك تعنصار السنو قال لو لبس الكمامة مشرك ده ده سبب يا أخي كوني وسبب بالتجربة إنه ده وقاية بإذن الله سبحانه وتعالى فده ما شرك ولا حرام لبس الكمامات لأنه سبتت كونا بتجربة أهلها من أهل علمها وطبها ده ما فيه مشكلة أما إذا ما سبت كونا إنه ده سبب شرعي وزول نجر من رأسه وقالوا ليه ده ما سبب كوني ونجر من رأسه واتخذوا ده شرك أصغر ده شرك شنو أصغر أما السبب الشرعي إذا جاء في الكتاب والسنة زي الرقية للمريض بالقرآن والسنة فده سبب شرعي فالخلاصة إنه لو زول اتخذ سبب لم يجعله الله سببا لا كونا ولا شرعا ده وقع في الشرك شنو يا جماعة الأصغر والشرك الأصغر شنو ما سبب لك هو شرك سببا خلاص ربنا غفور رحيم الشرك الأصغر ربنا ما بيغفره إذا مات الإنسان عليه لأنه ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالشرك إذا الإنسان ما تاب منه ربنا ما بيغفره ويدخل فيه كما قال العلامة بن حثيمين يدخل في هذه الآية الشرك شنو يا جماعة الأصغر أنه ربنا سمه شرك وده الصحيح من أقوال أهل العلم دي مسألة المسألة التانية المسألة البعديها إن الشرك وإن كان أصغر أكبر من جميع الكباير أكبر من قتل النفس أكبر من شرب الخمر أكبر من الزنا أكبر من اللواط يعني تخيل ذلك تلو مليون نفس لا يحل له قتلها نفس معصومة ده عمل كبائر عظيمة من الزنوب لكن زنب معنه كبائر عظيمة من الزنوب أقل من الشرك الأصغر أشان كده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا ليه قال كده لأن الحلف بغير الله ولو كنت صادق شرك أصغر في أصله في الأصل شرك أصغر لكن قال ده أخطر لي من إن أحلف بالله كاذب لأن الحليفة بالله كاذب كبيرة من الكبائر وسموها اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار ورغم إنها كبيرة من الكبائر ويمين غموس لكن هي أقل جرما من الشرك بالله الأصغر فالعلمة استدلوا بالأثر ده وغيره على أن الشرك بالله الأصغر أخطر وأعظم جرما عند الله من الكبائر كلها شكرا زول ما يستهون فالتمائم والحجبات ده شرك أصغر إذا الزول اعتقد إنا سبب من الأسباب وعلمنا إنه ما سبب من الأسباب لا كونا ولا شرع نحن جيب لها دي لبعا شوية وإذا اعتقد إنا بتنفع الضرب بيزاته ده الكفر والشرك الأكبر المخرج من الملة يعني شنو كلام ده يعني الزول لو صلى لو صام رمضان لو مش حج البيت الحرام خمسين مرة وهو معلق له حجاب معلق له حجاب يعتقد إنه ينفع أو يضر كل العبادات من الحج والصلاة والصيام ويطعام بر الوالدين ويطعام المساكين كلها ما بتنفعه الدليل شنو الدليل من القرآن ربنا قالوا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أما إذا اعتقد إنها سبب يكون ده وقع في الشركة الأصغر اللي هو أكبر من جميع الكبائر يعني تخيل الزول معلق له حجاب هنا ده ده لو ما مشرك شركة أكبر ده مرتكب جريمة أكبر من الزول الكتل مية ولا مليون نفسي معصومة أكبر من الزول البشرة بخمر الليل والنهار أكبر من الزول البيزني والعياذ بالله الليل والنهار معلق له حجاب يبقى الموضوع ده مهم نتناه ولا ما مهم 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 وبالذات في ظل الوباء بتاع الكورونا ده وغيره لأنه ربنا ما بابتلينا إلا بسبب زنوبنا ربنا قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وأعظم زم هو الشرك بالله والحجبات والتمائم ده شرك يلا بعدنا نجيب الأدلة على إنه شرك الدليل الأول ما رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك الرقى جمع رقية وهي نوعين رقية من القرآن والسنة المريض يقرلوا من القرآن والسنة وتكون باللغة العربية تكون من الكتاب والسنة فهذه ما فيها مشكلة الرقية الثانية النوع الثاني رقية زي رقية الصوفية اللي بيسوها دي قول لك تعال وانت عمل لك عارض وافتح لك الكتاب وعمل لك بخرة وعمل لك محاية واكتب لك حجاب أو يهمهم لك همهما بالسحر دي هي القصاد الحديث إن الرقى والتمائم والتولة الشرك دي شرك بها الله دي هي الشرك بالله أولا حكت مشالي يا شيخ طريق صوفي ولا فكي يرغي لك لأنه بيوجعك في الشرك بالله وكتبهم موجود فيها الكلام ده ومقاطعهم بتاعة الفيديو الرفعاء براهم في النت تشهد بالكلام ده والآن هسا في الجريدة الدار قل لك وفاة فتاة ببخرة شيخ من الشيخ والبخرة بيكتبها منه الشيخ الصوفية ما في غيره بخرة دي بيكتبها الشيخ الصوفية معروف الكلام ده وكانت بينا فيه كتبهم فيه كتبهم موجودة عمل لها بخرة لحد ما كتمت نفسه ماتت وفي شيخ كتار من شيخ الطرق وعباد القبب والأطرحة ديل بيكبوا في البخور حقهم للبنات البجنهم والنساويين البغشهم بيكبوا لهم شطة شطة كورك من الشطة هي ما كوركت من حاجة ولا عندها شيطان الشيطان هو شيخ الطريقة ده لما انت كورك من الشطة يقول لك يا شيطان كورك لا هي كوركت من الشطة وكم وكم من البنات ماتوا ودي الجريدة موجودة عندي تثبت الكلام ده ماتت فده نوع من الرقى الباطلة الشركية الحذرنا منها النبي عليه الصلاة والسلام ليه لأنه فيها تعوزات واستغاثة بالجن وبالشياطين ليش يريد بها الله والتمائم من الرقى والتمائم التمائم جمعي تميمة والتميمة هي الحجاب دي الحجاب ده ذاته اللي بيكتبوصوا فيها ده ده شرك بي الله وده الدليل الأول على إنه الحجبات اللي هي التمائم شركة بالله أما التوى له هي عرق المحبة وبرضه بيعملوها الفكية عبادة القبب والأضرحة وشيخ الطرق الموجودين في البلد دي وغيرها وليك اكتب حجاب محبة المرأة العراجية لشان ما يعرس فيها أو ولد ولا معرس له بس الجامعة عشان يحبها أو عشان العكس هو هي تحبه اكتبوا حجاب وده شرك بالله بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام والشرك ده هو الغتة حجرنا بالمناسبة في البلد دي وفي جميع البلدان يا جماعة إذا كان الحجر الأسود ده في الكعبة ده لونه ما كان أسود النبي عليه الصلاة والسلام قال لونه أشد بياضا من التلج وفي رواية من اللبن أشد بياضا من اللبن والتلج وبعده نزل من الجنة ما من حجار الدنيا سودته الزنوب بتاعت المشركين الشرك بتاع المشركين الزمان والهس على الموجودين الليلة ديل قال النبي عليه الصلاة والسلام وده حديث صحيح ما دهما بعض الناس غالتون قالوا لا الرواية ما فيها سودته وخطايا للشرك فيها جوة عينك لكن انت جاهل ما بتقرأ قال النبي عليه الصلاة والسلام كما صحى الألباني في من سكه للحج والعمرة قال النبي عليه الصلاة والسلام الحجر الاسود نزل من الجنة وكان اشد بياضا من اللبن. وفي رواية كان اشد بياضا من الثلج. لاحظ الكلام ده. اشد بياضا من اللبن والثلج. سودت خطايا اهل الشرك. المشركين ده ايه? بشركهم ده سودوا حجر جنازل من الجنة. فما يسود لكم الدنيا كيف? ما يسود لكم الاختصاد كيف? ما يكونوا سبب في انعدام البنزين والجاز والدقيق والغاز كيف? ما في زنب ربنا بعاقبية والناس زي الشرك بالله ما في ابدا يا ناس. لا بو تعرفوا المعلومة دي. والله لو دارين الوبدة يرتفع حق الشيوخ والعلماء والجماعة دير كلهم يتكلموا في الشرك ده بس يدقودك نظيف. لكن لانهم خايفين من المتمع وخايفين من الصوفية وخايفين من الشيعة القاعدين يعبد الحسين ويعبد حلي ويعبد القبب والأضرحة. عشان كده ساكتين لانه خايفين على اكل عيشهم الشيوخ والعملين فيها علامة دي. الما بيتكلموا بالشرك ده. ودي دعوة الانبيا كلهم ودعوة الرسل كلهم كما قال تعالى. ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاوت. الدليل التاني ما رواه احمد وغيره بسند صحيح. من رواية عقبة ابن عامر الجهني. ان عشر طره اتوا الى النبي عليه الصلاة والسلام ليبايعوه على الاسلام. وهذا صحه الالباني في السلسلة الصحيحة. والاول ايضا صحه الالباني رحمه الله تعالى. فجوء العشر انفاردنه بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الاسلام. شوف خطورة الموضوع ده كيف. فبايع النبي تسعة. تسعة من الرجال الذين. وامسك عن الواحد. الواحد ده ابا يبايعوه. محنة عمل جريمة. هو كان ما عارف. انه الشغل ده هرام والشغل ده شيرك. ما كان عارف. فمعزور. فامسك ان يبايعه. فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة. وامسكت عن الواحد. قال صلى الله عليه وسلم. انه معلق تميم. زول ده لابس لي حجاب. ابا يبايعوه. على الاسلام يا جماعة. معناته الموضوع ده خطير. الموضوع ده ما هي. ولازم الناس يتكلم عنه. الناس اللي بقول له انتو في شنو والناس في شنو. ده شنو ذاته. ده الموضوع ذاته. وده سبب الكورونا ذاته. لكن انت جاهل ما بتعرف الكلام ده. ده اعظم زنبي يا اخي. ربنا قال بعزب القرى اصلا اشان موضوع الشرك ده ما اشان غيره في الاصل. اشا كده ربنا لمن ذكر قوم نوح وكيف اغرقهم وقوم ابراهيم. كيف عزبهم. وقوم لوط. كيف اه جعل عليها سافلة عليهم. وقوم عاد. وقوم اه قوم اه مدين اصحاب مدين قوم شعيب. كيف ربنا واصحاب صالح. كيف ربنا عزبهم كل الامم. ربنا قال في ختام الايات راجع سورة ووت. قال وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى. وهي ظالمة. قال دل كلهم. بيقوا ملوت. لانهم اشركوا قبل موضوع اللواط. لان الشرك اعظم من اللواط. ربنا قال وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة. يعني مشركة. ان اخذه اليم شديد. شاكد احنا بتكلم عن حملة تصحيح العقيدة دي بالزات. نحن بنحتاج لها الليلة. الزولدر ينجح ويكون في امن وامان ويكون في نعمة ورزق واسع. وقروز كثيرة. واقتصاد واسع. وامن وامان من الاعداء. و و و و و قوة للمسلمين. وسلاح وعتاد واموال. على النص صحيح على العقيدة. بس ده الموضوع كله. ربنا قال وهي ظالمة. ان اخذه اليم شديد. فالرجل ده طوال دخل يده جوه. وقطع الحجاب ده جدعه. فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام. سلم عليه ويدب بايعه على الاسلام. وقال له ولنا جميعا. من علق تميمة فقد اشرك. ده الدليل التاني. الدليل التالت. ما اورده المنذري في كتاب الترغيب. وصحح الالباني هناك وفي غيره. من رواية عبدالله بن عكيم. من رواية عبدالله بن عكيم وهو ابو معبد الجهن هو نفسه ذاته. كان مريضا ولعل كان في مرض الموت او قريبا منه. فدخل عليه رجل فقال يا ابا معبد الا تعلق? قال لي ما تعلق لك حاجة من المرضة? قال بس ليك حاجة. وده قال ليه الكلام ده ما صحابي. زول جاهل. قال ليه الكلام ده. فقال الموت اقرب من ذلك. يعني اعلق ليه حاجة اي انت تنفعني او تضرني قال ليه اموت. اقرب ليه من اعلق حاجة. الليل اللي بيكتبوا الحجاب اللي بيعلقوه? يقول لك ده لأوليه. ده لأهل السلسلة اللي ما فيهم علا. ويجيبون في غناة السوداء يشعرين طاراتهم ونوباتهم. وديل هم السبب كل شرك. وسبب كل بلوة. وسبب كل بلاء. والله في الدنيا في الواطن. لانه ده للمشور الشرك يا جماعة. ده لهم المشور الشرك. فقال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. او رفعه الحديث. قال رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام. من علق شيئا وكل اليه. من علق شيئا وكل اليه. وشيئا دي عشان ما يقول لك التميمة دي خرزات. ودي شوفها بتاع الصفية. هنا جاءت قال لك من علق شيئا جاءت نكرة. شفت لو علقت الكاميرا دي. عشان تنفع قد ضرك دي تميمة. شيء وتوكل اليه. عشان ما يغش شخصوه يقول لك لا دي بس خرزات. منو قال لك بس خرزات. دك يزيب. وده مما يدل على الدليل الرابع. وهو بالصحيحين. في الصحيحين من رواية ابي بشير الانصاري صحابي جليل. قال كنت مع النبي. وده الدليل رغم اربعة. كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض اسفاره. فارسل رسولا يعني النبي عليه الصلاة والسلام. ارسل رسولا رسل رسول كامل لموضوع التميم. ده معنى موضوع ده عجيب وخطير كبير جدا. ارسل رسولا ان لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة. شك الراوي. الا قطعت. والقلادة من وتر دي ما خرزة. دي ما خرزة. ده كان القوس البحار ببيده اذا خلو لق يعني بيقى معوج وخرب بيقى ما ينفعل الحرب والرمي بيقوم بيجيبوا. الوتر بتاعه ده بيعلقوا في رقبة البعير. وشفعوا غيره لتكفيهم من العين. ما كان خرزة. اذا الموضوع ما خاص بالخرزة التميمة. هنا قل لك وتر. وهنا قل لك اه تميمة عامة. وهنا قل لك شيئا من تعلق شيئا. يبقى لو علقت اي حاجة. يبقى يدخل في هذه الاشياء الكمون. الكمون اللي بيعلقوا في العربات. الكمون بيعلقوا في العربات. وشفت واحد كده من الشباب ديل شفت اسمه خلاص? معلق عمل لغات بيعمل لغات مع الفنانين والفنانات والممثلات. ومن كده القلعة ومن كده خرطقت. بيجيبه. وجاب معهم الدجال وزاته بتاع الفتحاب. معلق فوق في اليد بتاعة العربية معلق كمون. وركب الدجال محل الكمون زاته محل الكمون معلق. وذاك يقول له اصبحت مشهورا. مشهورا شنو? شو ما الشرك الفقراسك ده? انكروا يا اخي. انكر الشرك ده. النبي عليه الصلاة والسلام. كان لما يلقى مصدر او شيء بتاع شرك كما يرتاح قلب نهاي الا شيء ديوزال. فارسل احد الصحابة كما في البخاري. ارسله النبي عليه الصلاة والسلام. وقال له الا تريحني من ذي الخلصة? ويقال الخلصة والخلصة المهم. قال الا تريحني من ذي الخلصة? الا تريحني. معناة قلب النبي عليه الصلاة والسلام كان تعبان وقلقان وحزنان. لانه في مشهد مصر من مظاهر الشرك واحد. زل خلص هذا بس. انت راكب يا اخي ماسك محل الشرك. وبدعين فيه. واصبحت مشهور نبونات السنة وده يتصورت معي. يا خليك الله توب وارجع الى الله سبحانه وتعالى يا خليك. تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادة. وتتصور مع الجهل ذيل وزول يجي بياخي ناس فسق وناس فجرة. تجيب فرحان به. المهم ده ماذا ما الموضوع على اساس الان? الخلاصة. انو النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرسل لموضوع الشرك. قال فارسل رسولا. فقبيل الحادث البخاري برضو الا تريحني من ذي الخلصة. برضو رسل الرسول. وقبيل لما رسل معاس الى اليمن قال له فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله. فالمأوى وارسل علم نبي طالب قال له ارسل قال له ان لا تدعى تمثالا الا تمصته او صورة الا تمصتها. وان لا تدعى قبرا مشرفا الا سويته. ذي الخمسة او اربعة. النبي عليه الصلاة والسلام رسل الرسل في موضوع الشركة. فارسل رسولا ان لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قتعة. فيشمل الكمون دي حجاب من الشرك بالله. اذا زل علقوا. ويشمل الخرزة من الشرك بالله. ويشمل الحجاب اللي بيكتبوه الصوفية ده ويأكل بقروشك. يقول لك ده حجاب سلاح بخمسة مليون. صوفي كطاب. او يغشك تاني يقول لك ده حجاب رزق. بخمسة مليون. طيب لو كان الحجاب ده بيجيب الرزق. انت بيشيل مني خمسة عشر مليون مليون ليه يا فكية صوفي يا بليد. ليه? ما كان تلبسه انت عشان اجيك انت الرزق. يا جماعة ده كذب. واكذب منه برضو الان في صوفية ظهر. يضرب لك تلفون يقول لك والله لو جبت ليك جبت ليه مليار بعمل الليه خمسة. طيب انت ما تعمل لها نفسك مليار. انت يا كطاب ما عندك. ما عندك تقول جيب ليه عشان ازيده لك. وضربوا مرة حداشر مليار او تسعة مليار. كما كتب جريدة الدار. ضربوها قال له جيبي مليار عشان اتاني جيبي تاني جيبي. لحد ما حصلت تقريبا حداشر مليار. ده كله بسواب فصاد العقيدة. وذهاب العقول. الشيخ اللي بقول لك اتين مية مليون عشان اعمل لك مليار. حداشر مليار. هو محتاج الى مية مليون. كيف يعمل لك انت حداشر مليار مليار ما يعمل لروحه يا ناس. فده ده كل اشياء تنافي العقيدة. وتنافي العقل. كذلك يدخل فيها المقاشيش اللي بيعلقوها. ولكن دي بتكفى الدرب من العارض. بيعلقوها في الدفارات والحفلات. اوفر ده الجزم الشافع. ده كل من الشرك بالله. واي حاجة لو علك تجبت ابوك الشيخ ذاته. عشان ينفعك او يضرك ده شرك بالله. كل شيء تعلق ده شرك بالله. ما في كلام. ولا في خلاف. البيينفع وبيضر هو الله سبحانه وتعالى كما في جميع القرآن. طيب دي من الادلة والادلة كثيرة جدا. عندهم شبهات لان انا ما دار الله يفضي طويل بس. لكن والله الادلة كثيرة في الموضوع ده. لكن اختصارا اختم باخر نقطة بالشبهات. البجوز بها الصوفية الحجبات دي. شبها بيجيبوها ناس حامد بابكر واللي زهري. قالوا الحجاب بجوز لانه النبي عليه الصلاة والسلام كتب حجاب لأبي دجانة قالوا. الصحابي الجليل رضي الله عنه. قال كتب له حجاب. وقالوا سموه ده حرز ابي دجانة وانا سمعت الصوفي. قال ده موجود في كتاب دلائل النبوة للبيهاقي. وكذاب. البيهاقي جابه. وقال لك ده اسر موضوع. يعني مكذوب. ما قالوا النبي ولا كتب ولا حصل. يعني البيهاقي لما جابه في الدلائل قال لك الكلام ده كذب موضوع. مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه بقري لك الكلام الاول عشان يغشك. ده دلائل النبوة للبيهاقي. وهذا الكتاب. ده هو الكتاب. الجزء سبعة الصفحة تمانية وتمانين تسعة وتمانين. قال باب ما يذكر من حرز ابي دجانة. شوف ذات البيهاقي من علم قال لك ما شنو. ما يذكر مما يدول على صيغة التمريض. لكن شوف في نهاية الكلام بعد ما جاب الحرز اخبرنا فلان فلان وجاب الحرز كامل. قال هذا ده كلمة البيهاقي وده بعد الحرز طوال التحتينة. قال هذا. وقد روى في حرز ابي دجانة او روية في حرز ابي دجانة حديث طويل وهو موضوع لا تحل روايته والله تعالى اعلم بالصواب. صوفية بيقول لك لحد دينا. والتحت ده ما بيقول له. لانه الحجبات دي بيجيب لهم قروش. فيش خمسة مليون. قدر المخد كبير. فهم شايفين ان لو خلوا الشرك ده يأكلوا من وين. لكن والله ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم اللي هو القرآن والسنة. لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. طيب ده واحد. اتنين. عندك ابن الجوزي في كتاب الموضوعات. برضو قال لك الاثر ده موضوع. كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال انه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ده كتاب الموضوعات لابن الجوزي. الجوزو ثلاثة. الصفحة اربعمية ستة وعشرين. اربعمية سبع عشرين. اربعمية تمانية عشرين. قال باب حرزي ابيد جانة. اجاب الحرز كامل. قال قال المؤلف هذا حديث موضوع بلا شك واسناده منقطع وليس بالصحابة من اسمه موسى اصلا. لانه الراوي عن ابو دجانة اسمه موسى. ابن الجوزي قال لك ما بصحاب اسمه موسى ذاته. لانهما قالوا ذو الصحابي الروا عن ابي دجانة برضو قالوا صحابي قالوا اسمه موسى. كما موجود في سند الحرز. قال واكثر رجاله مجاهيل لا يعرفون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وان كذبا علي ليس ككذب على احد. وانه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالصوفية تجرؤوا انه يكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشان ياكلوا كسر ياكلوا ناني. بل شرك. وبل كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ده شغل صوفية الليلة الموجودين. وهم اكثر ناس اساؤل الاسلام. واساؤل عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. التي من اجلها جردت السيوف. وانزلت الكتب. وارسلت الرسل. ومن اجلها خلق الله الجن والانس. عشان ياكلوا كسرها. شفتا يركوا بيه عربات وكروزرات ويسكنوا بيه عمارات. تربوا حقايدة الامة دي. طيب كذلك انكر ال 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 اثر بتحرز ابي دجانة ذا ذهبي. في سير اعلام النبلاء. وكتار. لكن بس ان اكتفيت بالتلاتة دين. بعد ما ذكر قصة ابي دجانة رضي الله عنه. وارضاه. قال وهو سماك ابن خرشة رضي الله عنه. ويكنى بيه ابي دجانة. قال وحرز ابي دجانة شيء لم يصح ما ادري من وضعه. ما صحيح. وقال الوضع من ذاته الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ما عارف انه. وان كذبا علي ليس ككذب على احد. وانه من كذب علي متعمدا. فليتبوأ مقعده من النار. الشبهة التانية اللي بيجيبوهاش انا جوزوها الحجبات. القصوة فارشة حجبات. وقال لك عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه عنه عن ابيه. كان بيعلق على اولاده شفعه. الحجبات كزاب. كزاب يا صوفي. يعني افتك الامي? جيبو. ده اصلا وقل لك ورد عند ابن كثير في تفسير سورة المؤمنون. يقول لك ورد انه عبدالله ابن عمرو ابن العاص كان بيعلق على اولاده القرآن. اول حاجة الاسر ده ما صحيح. ونحوريك الان انه ما صحيح. ولا ولا عبدالله ابن عمرو العاص علق على اولاده اصلا. لا قرآن ولا غير قرآن. قبل ما نقول كده. اصوية ما بعلقوا قرآن. الحجبات بتاعتهم دي مرة جماعة فترة حجاب لقوا هي بعرة. بعرة. بعرة بتاع بعير لقوها جو الحجاب مرة لابسها عشرين سنة. تعتقد انها تنفع وتضرها. بعرة? او تلقى ورقة مكتوب فيها يقول لك ارغام كده تجمعها خمستاشر كده تجمعها بتديق خمستاشر. قالوا ده خاتم سليمان. وده كزب ما خاتم سليمان. ولا سليمان عليه السلام ملك الا ملك ما ملك من العالم ومن الجن ومن الانس والطير بخاتم. انما ربنا الاتاء والملك ده جمعها. اما الناس اللي قالوا ان سليمان كان عنده خاتم ملك به والعالم ده لا اليهود. قالوا سليمان كان عنده خاتم فيه سعر ملك به والحاجات دي كلها. اشكده ربنا رد علىهم. لما قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. لانه روية انه الشياطين جابت خاتم دخلته بعد ما سليمان مات عليه السلام. ختتوا هنا في اليهود قالوا ده الموضوع ذاته. بعد فترة في قصصهم واخبار هم لقوة قالوا ده الموضوع ذاته. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم الكلام ده ما صحيح. يعني عقيدة الصوفية في المسألة دي اصلا هي عقيدة اليهود. ما من الكتاب السنة من اليهود. الملاعين عليهم لعنة الله. ربنا قال لهم اتبعوا ما تتلو الشياطين. دي المنوا اللي اتبعوا دي. دي لليهود. على ملك سليمان. لانه اليهود قالوا الشغل ده بي خاتم وبه سحر. ربنا قال لهم ده كفر. وما كفر سليمان. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فعقيدة الصوفية ديال هي عقيدة اليهود بل اسوأ من عقيدة اليهود. لانه يهود خلاصة عقيدتهم قالوا عزير ابن الله. والليلة كل شيخ طري يصوفي بيقول انا اله مع الله. اما بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة. زي ما قال محمد حسنان عبدالبرهاني جبريل ميكاله اسرافه عزراء وجنوده في التصريف هم تحت امرتي. شو الكفر ده كيف? انا الحق في الدنيا انا الحق في اللقاء اذا الارض مدت والسماوات حقتي. وزيه كلام البرعي وكلام القادرية وكلام الختمية وكلام غيرهم. وكلام مشهور معلوم. طيب. فعبدالله ابن عمرو ما حصل عنه الكلام ده. لانه اصلا الحديث هو صحيح لكن الزيادة بتاعتنه عبدالله ابن عمرو كان يعلق على اولاده الواح من القرآن الزيادة دي ما صحيح. الحديث هو رواه ابو داود والترمذ والنساء وغيرهم. عن عمر بن شعيب وجاب بن كثير وده الموضع القرآن من الصبيع ذاته. عن ابيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع بسم الله او يقولهن عند النوم من الفزع بسم الله اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون. لحد هنا الحديث صحيح. صحة الالباني في صحيح سنن نبي داود وصحيح سنن الترمذي. قال ولكن دون قوله فكان عبدالله ابن عمرو يعلمها من بلغ من ولدي ان يقول عند نومه ومن كان منهم صغيرا لا يعقل ان يحفظها كتبها له فعلقه في عنقه. الزيادة انه كان عبدالله ابن عمرو بيعلق على اولاده الالباني قال له دي كون الله ضعيفة. صفيقوا لك لا دي شيخكم الالباني دا ويتم بالضعيف الحديث سمي نفسكم. لا لا. التضعيف والتصعيلي. ليه الالبان رحمه الله وغيره من العلم ضعفوا الزيادة دي بتاعتينه عبدالله ابن عمرو كان يعلق على اولاده. ليه دي ضعيفة? لانها الزيادة دي من رواية محمد بن اسحاق. وهو محمد بن اسحاق بن يسار. وهو تصنيف عند العلماء قبل ما يلدو الالباني ذاته. يا ما تقول لي دي شو قولكم انتم قبل ما يلدو الالباني. تصنيف عند العلماء انه مجروح مدلس. والمدلس اذا عن عن يبقى روايته اشنا جمع رواية ضعيفة لا تقبل. والقال الكلام ده ابن حجر. مش الالباني. ابن حجر قبل الالباني بمئات السنين. جيبوا. ده كتاب تقريبا تهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال محمد بن اسحاق بن يسار وهو او بكر المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق امام المغازي. صدوق يدلس. يدلس. رغم انه صدوق لكن شنو? مدلس ويدلس. قال ورمي بالتشيع والقدر. رمي شنو يا جماعة? بالتشيع والقدر. فيبقى ده زيادته دي ما بتقبل اصلا. لشان كده العلماء ضعفوا زيادة عبدالله ابن عمرو ابن العاس كان يعلق. العلامة محمد حامد الفقي قال هي ضعيفة قال لكن لو قلنا صحيحة ذاته. اتأمل كان بيعلك شنو قال? كان بيعلك مش حجاب. لا. كان بيعلك لوح. مكتوب في والقرآن. لأطفاله الما بيعقلوا كما في الرواية. ليه? عشان شونا الما يجنر يكتبوا كده عشان كل مرة يقروا لهم اخوانهم يرفعوا اللوح يقروا لهم يكرروا الصفحة او اللوح البيحفظة لهم من القرآن. لكن ده ذاته كده ما حصل. واذا صح حصل. قال لك ده لوح في القرآن شان يراجعوا به والحفظ. مش شان يعفظهم. لان القرآن يقرأ ولا يعلق. يقرأ ولا يعلق. شكت النبي عليه الصلاة والسلام. فيما جاء عند ابي داود باسمه الصحيح. قال لعبدالله ابن خبيب ده صحابي. قال له يا عبدالله قل. قال فقلت ما اقول. قال قل تلاتة مرات. قال قل هو الله واحد. القرآن ده بقلوب اللساء مش بعلقه. قل اعوذ رب الفلق حتى تختمها. قل اعوذ رب الناس حتى تختمها. تلاتة. لحد ما تختمهم. من كل واحدة ثلاثة مرات. تكفيك من كل شيء حين تصبح ثلاثة وحين تمسي ثلاثة تكفيك من كل شيء. وده الشي الشرعي. ودي الوقاء الشرعية انجاز المسمى. ده الشي الشرعي. وده الزكر الشرعي. احسن لك من تدر عليك حجابي يا اخي كل مرة شاهلوا ونسجلوا والجلد انتهى تمشي الى ابن قلتي يغيروا ليك. وفي النهاية شرك. وما بيحميك. وما بينفعك بل بضرك. يوقعك في شرك بالله. سبحانه وتعالى. شكد العلماء قالوا حتى لو بيقى الحجاب من القرآن ذاته حرام. ليه? قالوا لي ثلاثة اسباب. السبب الاول لعموم الادلة التي نهت عن تعليق التمائم من قرآن ولا من غير قرآن. كما قال اصحاب كما قال ابراهيم ابن يزيد النخعي رحمه الله. قال كان اصحاب ابن مسعود يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. كلها بكرهوا. والكرهة عند السلف يعني التحريم. لأن ربنا بعد ما زكر كبائر كبيرة جدا في القرآن قال بعدها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ودي كبائر عظيمة يعني محرمة. فالكرهة عندهم التحريم. فاصحاب ابن مسعود كان بحرم التمائم من القرآن ومن غير القرآن. ولاحظ ان نسمو القرآن لو علق سموه شنوه? تميمة. لكن هو ما شرك هو بدعاء. ده السبب الاول. السبب الثاني قالوا لان تعليقه يؤدي الى تعليق غيره فنوئي عن تعليقه سدا لذريع التعليق غيره. صوفية الان يقول لك لا لا اجاب دم القرآن تفتح تلقى فيه بعرة او تلقى فيه نجمة او تلقى فيه خاتم او تلقى فيه شخبة او القرآن بل قلبة. وده كفر بالله لانه ده تحريف لكلام الله عز وجل. وده البس ووصوه فيه الليلة في الحجبات وفي البخرات وفي المحايات. وكل حرام. كل حرام. والنوع ده شرك بالله سبحانه وتعالى. فده ده باطل ما بيجوز الكلام ده. بي بيأدي لا تعليق غيره. السبب التالي قالوا لان تعليق القرآن يؤدي الى الاستهانة بالقرآن. لانك حتخش بالحمة. حتكون معلقه والرجل قد جامع زوجته ومعلقه. قد يعرك فيه في المواصلات في شغال به وغيره. وده كل استهانة وإهانة لكلام الله سبحانه وتعالى. وما ورد اصلا النبي عليه الصلاة والسلام قال علقه شيء من القرآن. ولا الصحابة زي ما علمنا الان. ولا احد من التابعين. ولا لا ايما الاربع لا ابو حنيفة لا مالك لا الشافعي لا ابني حنبل لا غيرهم رحم الله الجميع. فالصوفية بيداف عن الكلام ده لانه بيكروي وكسرها. والآن عرفت انه شبهاتهم في الموضوع ده كل باطلة. وكل ما صحيحة. ويومي هناخد موضوع من مواضيع العقيدة. ونجيب شبهات الصوفية حول الموضوع ده بإذن الله نقتل كلها ننتهي منها بالعلم. ما بيساكد. وهم لو بيقدروا ناخشون في الكلام ده ان شاء الله ما بيقدروا. واحد في ما بيقدر. طيب. كذلك يا جماعة هنا بيسأل. قال الحكم تعليق الآيات القرآنية في المنازل او في العربات او في الاماكن التجارية. يقول لك ده بيحفظ. ده ما صحيح. ربنا نزل القرآن عشان تقراه. لو داره يحفظك اقراه. اقرى صورة. قلوا الله التلاتة كلها والناس تلاتة والفلق تلاتة الصباح والمساء ده كده بيحفظك. ده كده بيحفظك. وقول الاسكار الشرعية الموجودة تحفظك من الكورونا من غيره بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن الاسكار الصحيحة الواردة في الكتاب والسنة. ما دمشي لي زكر فيها الطريقة البرهانية ولا مجموعة ورادة الطريقة الختمية الكبير ولا غيره. ده كله ناجرنه من راسهم. ياخذها ما ناجرنه من راسهم التجانية. يقول عندهم صلاة زكر. قالوا اسمه صلاة الفاتح. الله يفتح راسهم واحد واحد. قالوا ده تجرى مرة واحدة. بعادل زول ختم القرآن ستة الف مرة. يعني ذكرهم ده افضل من القرآن بخمسمية تسعة بخمسة الف وتسعمية تسعة وتسعين مرة. وده والله من ابطل الباطل واكفر الكفر. انه زول ينجر كلام من راسه يقول ده افضل من كلام الله سبحانه وتعالى باكتر من خمسة الف مرة. ده 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 ظلم. وده الاجرام وده الالحاة ذات وده الكفر ذات. وده اجب لكم البلاء يا ناس من الامراض والاوجاع. اذا كان الزنا بسبب تجي الطواعين والاوجاع والامراض الما كانت في السابق. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لم تصر الفعيشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. الا فشت فيهم الطواعين والاوجاع التي لم تكن في اصلافه الذين مضوا. ده الزنا وهو من الكبائر. فكيب باكبر الكبائر اللي اكبر من الزنا وقتل النفس الشرك بالله. بسبب حيجي شنو من الاوبية والامراض والبلاوي وانعدام الامن والاستقرار وفساد الاقتصاد وغيره. كلها تلجنت بسبب الشرك ده. توبوا وارجعوا يا اخي. الى الله سبحانه وتعالى. بلد كلها قبب. كلها قبب. وانا بكرر الكلام ده. كلها قبب. الاف القبب. وفيها قالوا تمانية اجهزة التنفس بس. قول مية جهاز. مسلا. وفيها الاف القبب. القبب الواحدة بمليارات. مليارات. لو فارتقوها الحكومة ما نحنا. نحنا في النهاية ما بنعمل ده شغل الحكام في كل بلد. فارتقوه بعه السيخ ده. ما بيجيبها تنفس? سيخ الجوال القبب ده. والطوب ده. والاسمنتي والرملة ده. ما بيجيب? ولا الميت المتفونتي عندك انشيخ ولا غيره. ده بنتبع شنو با المراوح والقب والدهان والبهية. وفي قبب موصل لها عدادها ده ده موصل لنا لها. ده بنتبع باش نوش ياخدتها ده. بنتبع باش نوبل با الكلام ده. فيا ناس ده المضيعة الاقتصاد. ما بيزول مضيعة الاقتصاد? زي الصوفية ديل. والله ما في. بيشيركم البنشورو ودجلوا مخرافتهم. يا اخي ناس لسه بدعلك بحجاب يا اخي. زول لسه يعتقد له في الجلد بتاع التاس. انه ينفعوا او يضروا او يرزقوا. وربنا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. وربنا سبحانه وتعالى يقول وان من شيء الا عندنا خزائنه. انت تعتقد يا اخي انه حجاب يجب ليك رزق وينزل ليك من الخزائي. ده شرك اغلظ من شرك ابي جهل وابي لهب. لانه ده شرك في الربوبية يا ناس. والمشركين الاوائل في الربوبية كانوا نجيضين الى حد بعيد. اذا وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.